دوائر التوصيل على التوالي السلام عليكم جئت لأحتفل معكم بالعيد ماذا تفعل يا سالم؟ أقوم بتركيب دائرة كهربائية بسيطة لتشغيل هذه المصابيح الكهربائية الثلاثة لتزين هذه الغرفة وما هي الأدوات التي أمامك؟ لدي بطارية ومفتاح لفصل وتشغيل الدائرة والمصابيح وماذا ستفعل بالبطارية؟ إن البطارية هي مصدر الجهد إذن هيا لنقوم بتوصيل المصابيح ببعضها ليمر التيار الكهربائي وتتوهج المصابيح المشكلة يا خالد أنني لا أعرف كيف أوصلها معا وأي الأسلاك أوصلها ببعضها من المؤكد أن عبد الله قد درس ذلك فلنسأله يا عبد الله هل من الممكن أن تساعد سالما في توصيل الدائرة الكهربائية؟ بالطبع فهناك طريقتان لتوصيل الدوائر الكهربائية سنقوم بتوصيل المصابيح واحدا تلو الآخر وتسمى هذه الطريقة بالتوالي ولماذا سميت بالتوالي؟ لأن التيار يمر فيها واحدة تلو الأخرى لقد فهمت الآن أن دائرة التوصيل على التوالي هي دائرة كهربائية تتضمن مسارا واحدا فقط يتدفق فيه التيار الكهربائي وما هي الطريقة الثانية؟ إنها طريقة التوصيل على التوازي فدائرة التوصيل على التوازي هي دائرة كهربائية تتضمن أكثر من مسار لتدفق التيار الكهربائي خلالها معنى ذلك أن التيار يأخذ أكثر من مسار ويتوزع في حالتنا هذه على ثلاثة مسارات ليمر في المصابيح الثلاثة هل من الممكن أن أجرب تركيب الدائرة الكهربائية على التوالي أمامك الآن؟ لا مانع من ذلك فلنجربها معا حسنا الآن سنصل القطب الموجب بالبطارية بواسطة سلك بالقطب الموجب للمصباح الأول ثم نصل القطب السالب له بسلك بالقطب الموجب للمصباح الثاني ثم من القطب السالب للمصباح الثاني إلى القطب الموجب للمصباح الثالث فهمت؟ وبعد ذلك ثم نصل القطب السالب للمصباح بأحد طرفي المفتاح ونصل الطرف الآخر للمفتاح بالطرف السالب للبطارية أحسنتما لقد أوصلنا الدائرة بشكل جيد والآن لنشغلها ولكن ألاحظ أن إضاءتها ضعيفة لأن لكل مصباح كهربائي مقاومة كهربائية وعند التوصيل على التوالي فإن مقاومة السلك تزداد بزيادة عدد المصابيح في الدائرة الكهربائية وبالطبع كلما زادت المقاومة قلت شدة التيار وبذلك تقل الإضاءة نعم ذلك يحدث طبقا لقانون أوم تخيلوا معي الإلكترونات وهي تسير خلف بعضها في طابور وكلما واجهت مصباحا تجد الطريقة قضاق فيقل عددها عن المصباح السابق وماذا يحدث إذا احترق مصباح؟ سيتوقف مرور التيار عندها ولن تعمل باقي المصابيح شكرا لك يا أخي لقد علمتني اليوم معلومات مفيدة والآن يمكنني اختيار إحدى الطريقتين لصنع الدائرة الكهربائية والآن سألخص ما تعلمته اليوم دائرة التوصيل على التوالي هي دائرة كهربائية تتضمن مسارا واحدا فقط يتدفق فيه التيار الكهربائي دائرة التوصيل على التوازي وهي دائرة كهربائية تتضمن أكثر من مسار لتدفق التيار الكهربائي خلالها شكرا